ولكن عموماً أنت وقتك لم تندره كاملاً للقراءة لقدر ما كنت توزعه بالقصطاس ما بين القراءة والشقاوة والاشتباك مع الأقران حتى أنك مرة ستجد نفسك معتقلاً في قلعة اسمها سمائل بسبب جرمي نيق طرفته في ذلك الحين هذا صحيح يعني سمائل هي البلد الأكبر يعني سرور جزء من منطقة سماء سمائل فكان فعلاً في هذاك الزمن اللي أرىه الآن موغل في البعد وضبابي ومتوارخ خلف حجب كثير يعني عجيبة يعني زمن ما كان فيه يعني كان مؤثث بالفراغ باحتدام الفراغ والأشباح والأوهام القاتلة يعني بمعنى أنه ما فيه ألعاب ما فيه وسائل تسلية للأطفال ما فيه أي شيء حتى كانت المقابر أيضاً إحدى الملاعب للأطفال يلعبوا بالقبور بالشواهد القبور بالتسلق الجبال الحادة هذهك والوعرة عندنا جبال يعني أسطورية مجرات من الجبال تتناسل إلى الأبدية إلى اللا نهاية فكان هذا العرين يعني الشرس للبيئة يدفع الأطفال وهذا الفراغ أيضاً المحتدم يدفع الطفولة إلى الشراسة الشراسة هذه دائماً يعني تتجه لافتراس بعضها افتراء يعني مش لعب لطيف وبريء يعني تحول إلى وضع دموي يعني من كانت الفريسة التي بسببها تقلت في سمائي افترست وفترست أكيد يعني يعني الافتراث سيكون متبادل لابد يعني في بيئات عنيفة وجبانية من هذا النور ضارية فأكيد يعني كان حسب ما يتحدث الأهل يعني بقدر ما لما كبرت صرت هادئاً ومسالماً ونزوع العميق دائماً إلى السلم والتأمل والتأمل والدخول في في الروح أكثر مما يعني التعامل للكون من الخارج بقدر ما كانت الحركة الطفولة عاصفة ومقلقة للأهل وللمحيط الاجتماعي اللي كنت أعيشه فيتحدثوا حكايات كثيرة من هذا النوع تصل حد الخرافة أحياناً وهذا الجيل اللي طالع بعدي يعني أولادي وغيرهم يعني يبدو أنه يتناقلوا هالحكايات من أهلهم اللي كنت أحياناً هالحكايات من أحياناً هالحكايات من أحياناً